المسيح كل شيء وقام وتبعه نفس الوقت نقرأ من إنجيل متى وصحى 11 والعدد 21 وال22 قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة اتبعني أول أمر وأول مأمورية أعطاها المسيح للتلاميذ إنهم يتبعوا يمشون وراء كل التعاليم والأوامر الثانية اللي المسيح أعطاها أساسا هي إتباع المسيح تبعية المسيح بدون تبعية المسيح سندخل في التدين والطقوس شنو معنى أنه نتبع المسيح معنى أنك تمشي وراء معنى أنك تتبع خطواته معنى أنك تعمل أعماله معنى أن يكون عندك رؤيته وهدفه وهي أعلان عن ملكوت الله وتمجيد الله بحياتك هذه معناتها التبعية لها تكلفة مثل ما قرأنا متى جابي الضرائب ترك كل شيء وتبعه بطرس ترك الشباك والزورق وتبعه البعض من التلاميذ تركوا يوحن المعمدان المعلم وتبعوا المسيح بسبب التبعية لها بركات طبعا كبيرة تبعوا وشافوا أنه اللي ديتبعوه ما حد ما رح يقدر يأخذهم يأخذ من عدهم من حياتهم حياتهم وخلاصهم في المسيح هل أنت هاليوم مستعد أن تتبع المسيح؟ يمكن العالم وحساباتك تمنعك من التبعية لكن فكر في أبديتك فكر في خلاصك فكر في حياتك والذكر خلاصك وأبديتك وحياتك هي مضمونة فقط في الشخص الربي يسوع المسيح ولهذا محتاج أنه تتبع المسيح يا ربي يسوع نحن نشكرك من أجل هذا الدعوة نشكرك يا ربي من أجل هذا الامتياز أنه يا ربي تدعينا أنه نمشي وراك نمشي خطواتك ونكون تابعين لشخصك العظيم ساعدنا يا ربي أنه نعيش فعلا لمجد اسمك وأعلان ملكوتك باسم المسيح يسوع صلي آمين آمين المسيح يقول اتبعني